اشتركوا في القناة حتى يشرق الصباح بنوره على صفحة وجهك فيزيدك جمالا ورونقا طبعا خلايا البشرة تتجدد اثناء الليل وتحديدا ونحن نائمون لذلك لا بد من مساعدة البشرة على تجديد خلاياها وتخليصها من الجلد الميت حتى تولد من جديد في الصباح طبعا الترطيب العميق اثناء الليل في الليل تتغلغل الكريمات الى اعماق البشرة وتصبح نسبة الترطيب ضعيفة جدا في ساعات الاولى من النهار ارتجف البشرة في اعلى معدلاتها ما بين الثانية والسادسة صباحا خصوصا في فصل الشتاء طبعا ولدينا هذا الكريم رائع جدا لترطيب البشرة وهو افضل مرتب للبشرة خصوصا الجافة جدا في فصل الشتاء وهي بنبات الالوفيرا سواء كان عندك الالوفيرا جال من الصيدلية او النبتة استخدمي اي منتج متوفر في البيت سواء اخذتي الجال من النبتة الطبيعية او الجال من الصيدلية طبعا الالوفيرا هي افضل ماسك او افضل كريم لترطيب البشرة هي تحتوي على عناصر ومركباتها طبيعية تعمل على تنعيم البشرة وترطيبها اضافة الى ذلك فوائد اخرى كمحاربة الشيخوخة والخطوط الرفيعة وكذلك تعالج حروق الشمس وهي طبعا رائعة جدا لجميع انواع البشرة تستخدم كمرطف في حال وجود بعض الامراض الجلدية على البشرة كالصدفية والاكزيما او حتى حب الشباب لان الالوفيرا يحتوي على مركبات تقلل من الالتهابات وتحفز نمو خلايا الجلد طبعا الالوفيرا سواء كان الطبيعي او الجال من الصيدلية يحتوي على العديد من الفيتامينات بالاضافة الى احتوائه على كاليسيوم وميغريزيوم وزنك وبعض الاحماض الدهنية طريقة عمل هذا الكريم سهلة جدا اذا كانت متوفرة النبتة نأخذ طبعا طريقة الاستخدام الامر بسيط جدا نقوم بغسل ورقة او نبتة الالوفيرا ونقوم بانزال المادة الصفراء الموجودة دائما يجب التخلص من المادة الصفراء الموجودة لانها تسبب التهابات بالبشرة ثم نقوم بنزع هذه الاشواك ونشطف عفوا ونقوم باستخراج العصارة او الجال الموجود في النبتة في حالة استخدام الجال سنأخذ ملعقة طعام كبيرة من الجال الالوفيرا المتواجد بالصيدليات ونضيف عليه كذلك زيت البرتقال زيت البرتقال المحظر طبيعيا في البيت في بعض المشتركات سألوني هل يمكن ان نترك القشور في الزيت طبعا يمكن ذلك ولكن يجب علينا ان نترك البرطمان في مكان مظلم وجاف صالح الاستخدام لمدة ثلاثة اشهر نأخذ ملعقة شاي من زيت البرتقال ثم نقوم بمزج المكونات مع بعضها البعض جيدا لاحظوا معي حتى الحصول على اروع كريم مرطب نخلط جيدا نتحصل على هذا الكريم ثم نضيف الكابسولة من الفيتامين اي سواء كانت هذه الكابسولات الخاصة بالتجميل او الكابسولات المتوفرة عند الصيدلي نضيف كابسولة واحدة فقط اي محتوى الكابسولة ونخلط المكونات مع بعضها البعض اذا كان الفيتامين اي غير متواجد يمكن تعويضه بنصف ملعقة شاي صغيرة من زيت اللوز الحلو ونتحصل على هذا الكريم الرائع جدا طبعا طريقة الاستخدام دائما في الليل قبل النوم على بشرة نظيفة يجب تنظيف البشرة جيدا ونقوم بترطيبها بهذا الكريم الليلي المرطب وكذلك يعمل على تبييض البشرة بسبب تواجد زيت البرتقال به زيت البرتقال موجود في القناة يمكنك عمل زيت البرتقال بطريقة طبيعية جدا هذا الكريم امن الاستخدام للحوامل والمرضعات وحتى البنات الصغار من عمر خمسة عشرة سنة فما فوق يمكنهم استخدامه وبكل امان صالح الاستخدام لمدة ستة اشهر كاملة في درجة حرارة الغرفة بالاخير لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة اترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا شكرا شكرا